موسيقى سلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء أقدم اثنان من المغرر بهم وممن أجبرتهم ميليشيا الحوث الإرهابية على الالتحاق بمراكزها الصيفية على الانتحار في محافظة ريمة مصدر محلي قال ليمن شباب إن الضحيتين هما من أبناء مديرية الجعفرية وأقدما على الانتحار بعد شهر من التحاقهم بمراكز التعبئة التي تلقنهم فيها الميليشيا أفكارا ضالة قائمة على أسس سلالية وتحرض على العنف والكراهية رصدت الحكومة أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي خلال السنوات الماضية وقال وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني إن حالات القتل تحت التعذيب المرصودة هي من إجمالي 1635 حالة تعرضت للتعذيب في معتقلات الميليشيا منذ الانقلاب قال وزير الخارجية شائع الزنداني إن الخيار العسكري للتعامل مع الحوثيين مطروح إذا استمرت الميليشيا الإرهابية في تعنتها تجاه فرص التوصل إلى حل سياسي وأضاف في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية إن الحكومة الشرعية ممثلة في مجلس القيادة تحرص على تعزيز السلام بما يخدم مصلحة الشعب اليمني الذي يتحمل تبعات حرب غير مبررة فرضت عليه وعلى حكومته أقر مجلس القيادة الرئاسي تنفيذ حصة المجلس الانتقالي الجنوبي والحزب الاشتراكي في عدد من وظائف السلطة العليا وظهرت وثيقة متداولة على منصات التواصل الإجتماعي أن مجلس القيادة اطلع على المذكرة المقدمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي عدروس الزبيدي بترشيح عدد من الكوادر لشغل وظيفتين نائب وزير أو وكيل أول في ست حقائب وزارية وقالت الوثيقة إن هذا التوجه يأتي لتعميق الشراكة والمرشحين لشغلها وفقاً للشروط والمعايير المحددة لشغل وظائف السلطة العليا ووفقاً للمقترح المقدم من رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس عليه أعلنت كتائب القسام اليوم الأحد عن قصفها مدينة تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين فيما قالت وسائل إعلام عبرية أن القصف تسبب في تعطيل حركة الطيران في المنطقة وهذه هي المرة الأولى التي تقصف فيها تل أبيب الكبرى منذ أشهر في وقت قالت الكتائب أنها استهدفت أيضاً قوات العدو المتموضعة في محور نتسريم ختم هذا الموجز إلى اللقاء